شهد اليوم السابع اهلا وسهلا بكم في تغطية مفتاح عوالين اخر التطورات واخر الاحداث بشأ اه اختيال اسماعيل الانية رئيس المكتب السياسي لحركة حماسة. العملية تمت النقطة الساعة اتنين احنا في خلال اللقاء ده نتكلم فيها مع الكاتب الصحي والست زاكي القاضي. هنترح عشر اسئلة. اه عشر اسئلة. يكون في عشر اجابات. هتعرفك ايه اللي حصل من الساعة اتنين لغاية الساعة دلوقتي. ونشوف اخر التوقعات في فترة الجاية. اهلا بك او سيزاك. اهلا ونسانا استاذ كامل واهلا ونسانا استاذ المتابعين. طيب احنا اولا عايزين نعرف لحضراتك. ازاي تمت العملية. وهل العملية عسكرية صعبة يعني عسكريا. دي عملية اسفائيل حققتها بتخطيط كبير وكلام ده كله. او لا العملية بسيطة وسهلا. طيب اولا عمليات الاغتيال من العمليات اللي بتميز كان الاحتلال الاسرائيلي. بيلجأ لها دايما لمحاولة تصفيد قادة المقاومة. وطول الوقت هو بيعمل كده. العملية اللي تمت دي. هي اه صعوبتها ربما تكون مرتبطة بموقع ومكان الحدث اللي هو طهران. اه رئيس حركة حماس اسماعيل هنية كان في زيارة لطهران. وبالتالي مكان الحادث كمان يتعلق مع قوة الشخصية. هذا الامر في غاية الخطورة. الحديث حتى الان ان هناك مخذوف جوي. ودي وفق الانباء الوردة من ايران. مخذوف جوي ده مش معناها مسيارة. ممكن يكون منصة صواريخ او عملية اطلاق من خارج ايران دخلت. وبالتالي ده هيتم الحديث في حوالين منظومة الدفاع الجوي في الداخل الايراني. بالاضافة الى منظومة التصدي سواء للصواريخ او كمان مكان التأمين الخاص باسماعيل هنية في طهران في جمعية في مكان الخاص بالمحاربين القدماء في طهران في مقر اقامته اثناء زيارته ليه تهنئة بزيشكيان الرئيس الايراني بفوزه برئاسة جديدة في ايران. طيب احنا بس عايزين نعرف من حضاك من هو اسماعيل هنية وهل فيه هيكون في تصعيد خلال الساعة الجاية آآ لحد ايجي مكانه من حركة حماس. طيب اسماعيل هنية هو آآ من موليد مخيم الشاطئ آآ في قطاع غزة لحضاكو بتسمعوه طول الوقت انهما بيدربوا مخيم الشاطئ اسماعيل هنية من مخيم الشاطئ هو اساسا من عسقلان. عسقلان دي اللي هي مستوطنات غلاف غزة اللي ضربت يوم سبعة اكتوبر هو رئيس آآ المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج كان رئيس حركة حماس كلها في الفين وسبعتاشر بعد خالد مشعل واللي مسك بعديه يحيى السنوار اللي بيقود حاليا حركة حماس وتم تجديد الثقة له في عشرين واحد وعشرين هو يو بالتالي عشان بس الناس تفصل رئيس رئيس حركة حماس عموما هو يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بالخارج هو اسماعيل هانية اللي تولى هذا المنصب خلفا لخالد مشعل اللي كان بيعيش في قطر هما الاتنين كانوا متواجدين في قطر عمره تقريبا حوالي 62 سنة كان رئيس وزراء غزة في 2007 قبل ان يتم اقالته من السلطة الفلسطينية وان هما يستياخدوا القطاع بعد كده من 2007-2008 فبالتالي ولي منصب سياسي في حكومة غزة هو رئيس وزراء غزة السابق بالاضافة الى انه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بيئة الخارج هو طبعا خريج الجامعة الاسلامية في قطاع غزة وليه ابناء كتير حتى استشهدوا في المعارك العشر شهور الأخير طيب احنا دلوقتي نكون امام تصعيد في حركة حماس يعني هيجي حد مكان اسماعيل هانية هيجي ازاي ومين الاشخاص اللي ممكن يكونوا مرشحين لتولي مكانة اسماعيل هانية طيب خليل الحية وخالد مشعل وموسى أبو مرزو ربما تكون مكان اسماعيل هانية هذا الامر بيغضع ليه انتخابات داخلية وبالتالي اجراءات ادارية يعني لو هي زي صالح العروري لما تم اختياله في جنوب لبنان لو نتذكر تاني يمكن زهر جبارين هو ماسك مكانه لكن هذا الامر يتعلق بيه الانتخاب وبالتالي هذا الامر اداري هيبقى ماسك حد مكانه بشكل اظن الاسماء اللي بقولها لحضراتكم دي هي المرشحة الاقوى عشان تمسك مكان اسماعيل هانية بالاضافة الى ان الاجراءات اكيد مليون المية هناك اجراءات تصعيدية سواء ارتباطا بموضوع حزب الله واغتيال فؤاد شكر مساء امس في الضحية الجنوبية معقى الحزب الله بالاضافة الى ان ايران نفسها هتتحرك انا شفت حتى ويحنا على الهوى تصرحات دي الرئيس الايراني بيتكلم عليها ان اسماعيل هانية ده كان صديق الافراح والاحزان وهو مقاوم عظيم يعني مع ما بين فلسطين وبين ايران وبالتالي عملية الرد لابد انها تكون كمان اختبار شخصي لبزشكيان الرئيس الايراني الجديد هذا اول اختبار شخصي لقدرة بزشكيان على الرد واثبات مكانته لانه رئيس جديد الناس بتقول عليه اصلاحي معناه انه مهادن مع الامريكان اظن ان الضربة دي في مقتل للرئيس الايراني تحديدا وعملية الرد لابد ان تأتي من الرئيس الايراني نفسه في عملية المتابعة واظن ان هذا الرد كمان هيتي بفيديو كمان يبقى ظاهر في الرئيس الايراني في غرفة عمليات وهو يقود عملية الرد على نتنياها احنا عارفين نتنياها يجتمع الظهر مع الخلية الامنية في المقابل مجلس الامن القوم الايراني يجتمع حتى يصدر يعني رد ومناسب رد مش لازم يكون النهاردة لكن بزشكيان الرئيس الايراني هو هيكون على رأس عملية الرد في عملية اختيال اسماعيل هانية وكمان فؤاد شكرا مش عايز بس الناس تغفل فؤاد شكرا في حزب الله ايضا هذه العملية المركبة في 12 ساعة طيب احنا دلوقتي بعد اختيال اسماعيل هانية اكيد فيه ناس انبسطت موضوع ده واكيد فيه ناس انعكس عليها الحزن والتأصل بالموضوع ده خلينا نسأل السؤال بوضوح وصراحة من الخاسر الاكبر من اختيال اسماعيل هانية الخاسر الاكبر في اختيال اسماعيل هانية هي اسرائيل نفسها والناس ما تتفاجئش بكده لان اسماعيل هانية طول عمره وتاريخه هو رجل سياسة وهو جزء رئيسي في المفاوضات اسرائيل كان من مصلحتها ان هي تصل الاتفاق في الهدنة والصفقة معنى اختيال اسماعيل هانية ان هي تقضي على اتفاق روما وتقضي على اتفاق القاهرة والدوحة وتعمل عملية اشكالية اظن ان مبدئيا هتتوقف المفاوضات لاجل غير مسمى ولمدة طويلة ده يبقى المتأثر اول وبالتالي الاسرائيليين رقم واحد رقم اتنين المية وعشرين محتجز لدى فصال المقاومة دول اللي هيتأثروا بشكل رئيسي من عملية اختيال اسماعيل هانية اه اسرائيل طبعا مية وعشرين محتجز اسرائيلي هم اول ناس هتتأثر لان من مصلحتهم برضو ان كانت تجرى مفاوضات فيخرجوا المية وعشرين او المية وعشرة لو خصمنا الخمس جزء اللي طلعوا في الاخر وبالتالي اسرائيل هي الخسر الاكبر من عملية اسماعيل هانية لان المقاومة بطبعتها مجددة مات اسماعيل هانية مات السنوار مات محمد ضيف هيطلع الف واحد لان المقاومة وفقة اعداد الاسرائيليين نفسهم اربعة وعشرين كتيبة تمثل اربعين لخمسين الف ومقاتل فمات عشر خمستاشر عشرين لسه فاضل باقي الاربعين الف على حسب ارقامهم هم بعد يوم سبع اكتوبر كان فيه اهداف اعلنتها اعلنها الكان المحتل حوالين اللي هو تحرير الاسرة والقضاء على حماس تماما هل اختيال اسماعيل هانية هدف عسكري من ضمن الاهداف اللي اعلنتها اسرائيل عقب 7 اكتوبر عشرين تتعوشين ده افشل هدف ممكن يحققه اي جيش او اي استخبارات في العالم لما تيجي الواحد بيظهر في تلفزيونات الدنيا والاخرى معروف تحرقاته معروف مكانه موجود في قطر وراح روسيا والنهاردة في ايران يبقى ده افشل عملية انت دايما بتختال مين بتختال العنصر المستخبي اللي الناس ما تعرفش توصله فدي ابسط حاجة انت لو عشان تختال حاج بتروح للناس المستخبية تضربها اما انت تختال واحد معروف مكانه معروف تحرقاته فهذا فشل استخباراتي رقم اتنين ده يضر بالمفاوضات زي ما قلنا لحضرتك طب هم اختالوا صالح العرورة قبل كده اختالوا فيما يخص ايران حتى رضا مسوي والحج صادق وكل الاسامي اختالوا فيما يخص حزب الله فؤاد شكره قبله عدد كبير من القيادات الخاص بي الوحدات الفرعية داخل حزب الله هل تأثرت المقاومة او قلت الصواريخ من اليوم الايام اظن من النهاردة هو تاريخ فاصل يوم واحد وتلاتين يوليو هو تاريخ فاصل في المعارك في المواجهة ما بين جبهة الاسناد اللي هم ست او سبع اماكن او سبع جهات ضد اسرائيل هذا يوم مختلف عن يوم سبع اكتوبر وهناك معركة مختلفة ما بين اسرائيل وم بين المقاومة وجبهة الاسناد اجابتك فهي صبعا نوع من انواع المفاجئة على فكرة ان اسرائيل هي الخاسر اكبر من اغتيال اسماعيل هانية وطبعا يعني عللت كلامك بفكرة ان هي بتغضي على النواحي السياسية وبتصعب بشكل الاغتيالات والكلام ده خلينا نتكلم على المتغيرات اللي ممكن تنعكسها القضية الفلسطينية ككل بعد اغتيال اسماعيل هانية كانت القضية الفلسطينية تغيرت باختيال احمد ياسين في 2003 تقريبا وعايزين نذكر الناس ونقول معلومة كده بسيطة اسماعيل هانية كان في يوم الايام ماشي مع احمد ياسين واسرائيل وجهت عملية الاختيال لي ما تمش المحاولة ونجأ اسماعيل هانية فبالتالي هو بقاله 30-40 سنة عايش زيادة عن العمر صالح العروري لما استشهد في الضحية الجنوبية وبيسأله اهله قالوا ان هو نفسه صالح العروري كان بيقول دايما ان انا عايش فوق السن بتاعي لان انا كنت مفروضة استشهد من زمان القضية الفلسطينية مش مرتبطة ابدا باشخاص فتح في يوم من الايام كانت حركة مقاومة بعدين مسكت حماس من سنة 87 كل الصواريخ اللي بتضرب ناحية اسرائيل الناس لو المتابعة معانا شوية اللي يقول لك جي 80 ومش عارف والغول ومش عارف ايه كل دي اسامي قادة ماتوا العطار ماتوا الجعباري ماتوا والرانتيسي وعماد مغنية وكل الناس دي ماتوا واستمرت المقاومة لان طبيعة المقاومة هي كده ضد اي محتل في العالم كله مش اسرائيل بس واسرائيل في النهاية هي الخسيرة الاكبر يعني من هذه العملية طيب خلينا طبعا اختيال اسماعيل هانية وطبعا سلسلة الاختيالات العملية اسرائيل بيزكرنا طبعا بقاسم سليمان القادي الايراني اللي هو في الحرس الثوري فخلينا اتكلم على سياسة الاختيالات داخل اسرائيل هل دي سياسة قائمة لدى اسرائيل بشكل مستمر وبشكل قائم ولا دي حاجات بتيجي بشكل يعني ايه فترة يعني كل مرة فترة لا هي منهج رئيسي لدى اجهزة الامن في الداخل الاسرائيلي هي عملية الاختيالات دايما الاسرائيليين في اي مواجهة مباشرة بيخسروا يعني احنا لو على الارض دلوقت وارض الميدان فيما يخص قطاع غزة فيما يخص كل الميدان اسرائيل تخسر في اي مواجهة مباشرة لعشان كده بتلجأ العملية النوعية في معاملية الاختيالات عشان تثبت للعالم ان احنا قال ناجحين استخباراتيا وقادرين على ان احنا نعمل ده في يوم من الايام ونذكر الناس برضو معانا في حادث كده ويسررشوا عليه المستشفى بن سينة لما تخفوا في زي ستات وهم يعني مش بعاد عن القصة دي ودخلوا مستشفى عشان يختالوا قائدناك كانت الدبابات بتاعتهم تحت المستشفى هل انت محتاج تستخبى وانت دبابتك تحت هل فيه اي عمل استخباراتي بيزيد عن خمسة دايماً علوم الاستخبارات بيقول لك ايه ان العدد المنافسين العملية ما يزيدوش عن عدد كف ايدك لما يطلع عشرين وثنتين واحد وماشين في الشوارع هل ده عمل استخباراتي ايه دي جزء من عقدتهم الهوليودية هم عاشين في جوه هوليود جوه افلام النيت فليكس هم نفسهم كلهم يكتبوا مذكرات ويسجلوا افلام لكن المقاومة في المهة اوقع بخصوص الناس اللي بتتخبه وتلبس نقاب وبتاعه حاجات زي ما انت بتقول هل اسماعيل هانية كانت شخصية متواجدة في الشارع كان بيمشي عياده ولا كان دايماً مستخبه دايماً بعيد عن الاعين ولا خريطة سير حرقته كانت معروفة للناس اسماعيل هانية في العشر شهول اللي فات كان متواجد في قطر جه القاهرة راح روسيا على ما اتذكر اخرها ايران وكمان في دولة عربية اخرى فكانت حرقته معروفة مكانه وتحركاته معروفة اماكن الضيافة في الدول دي عادة بتبقى برضو معروفة فهم اختاروا الهدف الاسهل الهدف عشان بس انا شفت واحد مثلاً بالصبح بيقول ليه دا اسرائيل في التكنولوجيا عظيمة وصلت لاسماعيل هانية وضربته كده في مكانه والصاروخ راح ناحية جسمه وحاجات لطيفة جدا طب الاسرائيل عندهم 121 في 360 كيلو ما يطلعوهم التكنولوجيا بتاعتهم دي توصل لـ 121 في 360 كيلو ولا عارفين هم ولا الامريكان لكن اعتقد ان طبعاً المخابرات الامريكية مشاركة بقوة وبأمر رئيسي في هذه العملية وفي عملية الاغتيالات المستمرة طبعاً برضافة الى مشاركتهم الميدانية في عملية القتل ضد الشعب الفلسطين بحكم ان انت ذكرت كلمة المخابرات الامريكية وانها بتدعم اسرائيل بشكل كبير يزاكي بالمعلومات بعد اغتيال اسماعيل هانية وزير الدفاع الامريكي قال كلام ما معناه ان انا سمعت الخبر زي زي اي حد فعايزين نعرف حجم التنصيق ما بين اسرائيل وامريكا على فكرة الاغتيالات وعلى ازاي هما بيكون التنصيق بينهم على تحديد الهدف وتنفيذه طيب هو لو قال الكلمة دي هو صادق فيها يبقى مفروض يطلع قرار اقالة لكل جهزته المعنية وجهزة الاستخبارات عنده حولاً واحداً مفيش تحرك اسرائيلي في المنطقة يعني انت ناس راح تضرب ايران فبالتالي لازم تقول للامريكان خلوا بالكو طياراتكو تبقى مستعدة مدمراتكو تبقى مستعدة استخباراتكو تبقى مستعدة ده ده لهم مش مشاركين انا ظني انهم مشاركين في التنفيذ وفي الاستهداف واني نتنياهو خد كارت من الامريكان لما راح الزيارة الاخيرة انه ينفذ عملية الاغتيالات دي سواء فوقت شكر في حزب الله او اسماعيل هنية واظن انه كمان هيضرب الحسين في اليمن في الفترة الجاية ضربة نوعية في عملية الاغتيال اللي هم بيعدونها يعني ده توزيع ادوار بينهم بالظبط بالظبط طيب احنا السورة دي بتجمع اسماعيل هنية ورئيس الايراني واخر اللقاء احنا يعني انا في اليوم السابق قلنا ان اخر اللقاء او اخر زول اسماعيل هنية كان مع رئيس الايراني اللي تهنعته بالتنصيب هل اغتياله بعد اللقاء ده ده رسالة ولا جي كده صدفة ولا ايه بالظبط في الموضوع ده انا شايف ان هو جزء من التخطيط من نتنياهو تحديدا والمخابرات الامريكية عشان يجروا عملية اغتيال يحاولوا يفرغوا بها الصورة هو خد زهو لما وقف قدام الكونجرس وسقفوه لواحد وتمانين مرة منهم تمانية وخمسين مرة وهم وقفين فهو حس بزهو النص الزائف بطبيعة الحال وبالتالي هو عايز يعني ينفذ هذه العمليات ونحية تانية بالمسل الشعب هم عايزين يعني يتباح القطة للرئيس الايراني وبالتالي الرئيس الايراني عنده اختبار كبير للغاية الحرس السوري الايراني عنده اختبار كبير للغاية فيلق القدس عنده اختبار كبير للغاية حزب الله عنده اختبار كبير للغاية الضفة الغربية وانا من وجهة نظر ان هي اللي هتبقى المعضرة الرئاسية في هذا التحرك هظن ان كل جبهة الاسناد دي جبهة الاسناد اللي هم الست حتب غزة ضفة جنوب لبنان العراق سوريا اليمن والجبهة السبعة ايران هم دول اللي هيعملوا عملية إشعال في محور المقاومة كله ضد إسرائيل وما فيش دولة في العالم تقدر عايش على الخوف طول اليوم عشان بس الناس تبقى فهمة ما فيش دولة في الدنيا تفضل خايفة من الصبح لحد بالليل وبالتالي ده نظيف اقتصادي وعسكري وإسرائيل مصر أن يتكمل عشان أحلام نتنياه الشخصي زك خلينا سألك سؤال أخير هل السمرال الاختيالية لقادة حماس ده يقضي على المقاومة أم إحنا أمام تغيرات هتحصل هتشهد على المنطقة كلها أم أن المقاومة هتنتقل في يوم من الأيام طيب أول الحرب كده طلعوا الجماعة الإسرائيليين اللي وطاف دول وقال لك إحنا اختلنا أيمن نوفل قائد اللواء الوسط أظننا على ما اعتقد في خطاع غزة وخلاص العملية خطاع اللواء بتاع اللي مسكوا أيمن نوفل ده قعد يضرب لحد من شهرين ثلاثة هم بيضربوا مراوان عيسى موت واحد اسمه غازي أبو طماعدة غازب طماعدة لما جيه يسرشوا عليه طلع اللو ميسك مكان أيمن نوفل فبالتالي المقاومة بطبيعتها متجددة المقاومة عقيدة المقاومة فكرة المقاومة مش ناس لابسين تكنولوجيا والجي بي اس ومش عارفية والحاجات اللطيفة دي الإسرائيليين دايما لما في الفيديوهات اللي انت حضراتك وتشوفوها على النيت يبقوا ماشيين مفيش دبابة بتمشير وحدها السوسكام لما بتبقى ماشي يا دبابة والبتاعي يطلع واحد بترنجي كده ومازج الصاروخ يعني عسمها الرتل أو القول بيبقوا ماشيين مع بعض أول ما بيجي الفيديو بتاع المقاومة عنصر المقاومة يضرب الدبابة تلاقي تلاتة بتانين اختفوا فهي دي عقيدة الإسرائيليين الهروب يعني مش نص الجدعانة كل الجدعانة المقاومة بقى قدرتها على المواجهة هي استشهادية بطبيعة الحال وده مبر للجهادين بعد كده لما الحرب توقف هزن الأمور هتبقى خطيرة على أمريكان وعلى الإسرائيليين والمقاومة بطبيعتها متجددة على عكس قوات الاحتلال اللي بتبقى طول الوقت على فكه الناس دول من الشتات يعني شتات يعني جابين ناس من فرنسا شوية ناس من إطاليا شوية ناس من أسيوبيا شوية ناس من روسيا شوية ومجمعينهم مع بعض مرتزقاء في هاي الدولة وهم بطبيعتهم كده هما اسمون كهينة عصابات من سنة تمانية واربعين فبالتالي لما انت تجمع ناس شوية كده لو ما تدتنيش الماني مش أعرف أكمل معاكم هما عندهم مشاكل حتى في الاستدعاء والاحتياط وعندهم مشاكل في الفلوس وأظن أن هما قدرتهم على إدارة المعركة دي صعبة للغاية وضغط كبير على قوة الجيش اللي غرقانة بلى عشر شهور في قطاع غز شاهد اليوم السابع احنا طلحنا دلوقت عشر أسئلة على زمننا زاكي العاضي مدير تحليل اليوم السابع كانت في عشر إجابات أنا شخصا استفدت منهم أن اغتيال إسماعيل العنية ده كان فيه نعكاس يبقى فيه الخسر الأكبر فيه هو إسرائيل هنشوف تطورات الفترة الجاية انتظرونا في لقاءات وإن شاء الله يكون في تغطية مستمرة وانتظروها في لقاءات مجددة شكرا لكم شكرا جزيزي أستاذ كان